انبارح الحكومة تقدمت باستقالتها وقار الرئيس السيسي تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من دوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة في مجموعة من التكلفات الرئاسية للحكومة الجديدة على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية كمان وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم وبدل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق طبعا نريد أن نعرف مزيد من التفاصيل عن توجهات سيد رئيس لرئيس الحكومة في تشكيل الحكومة الجديدة بنرحب فيه فقرتنا النهاردة بالكاتب الصحفي الأستاذ محمود باسيوني رئيس تحرير أخبار اليوم اللي منوارنا صباح الخير عليك فانا صباح الخير حسنا بحضرتك يا أهلا بحضرتك تقدم الحكومة باستقالتها تقدمت بالفعل السيد الرئيس ورئيس كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة قراءتك لده إيه؟ يمكن ده كان خبر منتظر لأنه من بعد حلف السيد الرئيس لليمينة الدستورية لفترة أساية جديدة كان فيه توقعات أنه يبقى فيه تغيير حكومي أو تشكيل حكومي جديد ما كانش بعيد قوي أنه الدكتور مصطفى مدبولي هيكمل لأنه في الحقيقة الراجل في الخمس ست سنين اللي فاته قدم أداء جيد جدا في إدارة الحكومة قدم أداء جيد جدا في إدارة ملفات معقدة جدا ومتشابكة وربما يعني اشتغلت تحت ضغط في ملفات صعبة جدا وظروف كانت دقيقة جدا يمكن موضوع كورونا وموضوع التداعيات بتاعة الحرب وسائل الأوكرانية التعامل معاك هاتمن أشياء الصعبة جدا وكان فيها ضغط جديد جدا على أي حد لكن إدارة الدكتور مدبولي للحكومة في توقيتها كانت إدارة جيدة جدا وربما ده دفع القادة السياسية أنها تكمل مع الدكتور مدبولي تشكيل جديد للحكومة سيد رئيس أكد على أن الحكومة الجاية لازم تكون من دوي الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة اللي جاية ماذا يريد الرئيس السيسي من الحكومة الجديدة؟ ما هي توقعاته؟ يعني توقعات الرئيس السيسي هو دايما يعني منهج الرئيس بيبقى منهج فيه بعدين بعد متابعة مكتبية دائمة للملفات الخاصة بالحكومة كتير بنشوف سيد الرئيس بيقعد مع الوزراء مرة ومرتين في الشهر يمكن تقريبا بيطلع على الملفات الموجودة في الوزارة بيطلع على أحدث المشروعات آخر تطورات الأرقام مهتم بالتفاصيل المتابعة كمان الميدانية ودي مسألة مهمة جدا أن سيد الرئيس بينزل بنفسه بيتابع بيتابع مع الوزراء الوزراء كل يعني فترة بيبقى موجودين في المشروعات الجديدة في المتابعة الملفات الجديدة المتابعة الجداول اللي موجودة في عمل الحكومة كل دا بتصور أنه هو دا المنهج اللي احنا هنكمل عليه يمكن احنا مستمرين على المتابعة المكتبية والمتابعة الميدانية بشكل متوسع جدا ربما يبقى فيه أدوار أكبر لنواب الوزراء في الفترة القادمة لأنه هي التجربة محتاجة أنها تستكمل دم جديد بيتدخل للعمل الحكومي المصري الانتقال كمان للعسامة الأدرياء الجديدة هيدي دفعة كبيرة جدا أنه يبقى فيه تعامل رقمي حديث تكنولوجي أكتر مع عمل الحكومة أدوات جديدة هنشوفها ودي محتاجة دخ دماء جديدة من الشباب اللي ممكن نشوفهم في منصب الوزير ومنصب نائب الوزير في التشكيل الجديد طيب على رأس التكلفات اللي رأس تكلم بها إنبارح الحفاظ على محددات الأمن القومي وسط تحديات الإقليمية والدولية المشاهدين والمواطنين في مصر كلهم عايزين يعرفوا أبرز هذه التحديات سواء كانت الإقليمية أو الدولية إمكن كأن unfinished يغلب عليه الجانب الاقتصادي على الأعتبار أننا عندنا تحدي اقتصادي زي موجود في الدول العالم كلها لكن في الحقيقة احنا عندنا التحدي الأمني أخطر من التحديات الاقتصادية وباقية التحديات الموجودة التحدي الأمني لأنه إحنا للأسف واعين في منطقة التوترات جيوستراتيجية عندنا الحرب الموجودة في غزة محدش عارف لسه الأمور هتمشي لغاية فين مؤثر علينا تأثيرات ضخمة جداً لما نتكلم على تأثيرها على إرادات قناة السويس نتكلم على تأثيرتها على السياحة لما نتكلم على حوالي 20 مليار دولار مصر خسرتهم منذ بداية الأزمة وحتى هذه اللحظة مبلغ كبير ومحتاج من الحكومة عمل مختلف وتحدي مختلف أمام الحكومة خاصة وإنه أنت كل الإنجازات اللي أنت بتعملها دلوقتي وكل الملفات اللي أنت يعني حققت فيها نجاحات مهددة بسبب أن فيه تحديات للأمن القوم فبالتالي هذه التحديات لها أولوية أولى على أي شيء تاني لأنه أنت محتاج تحافظ على هذه الدولة تحافظ على مقدرات هذا الشعب في ظل يعني مربع ناري للأسف إحنا عايشين فيه كل الحدود بتاعتنا النهاردة بقى فيها أزمات وبقيت ملتهبة محتاجة تدخلات عشان نضع نساعد أشقاءنا في هذه المناطق محتاجة تدخلات إن إحنا ندعم عملية السلام أكتر يعني نحتاج لحل سياسي فيه جوة دي كبير جدا فأتصور إن الحكومة في وزارة الخارجية تحديدا محتاجة عمل أكتر على هذه الملفات الملفات الأمنية هي الملفات لها الأولوية ودي وجهة نظر السيد الرئيس ودي الحقيقة اللي حم نشوفها النهاردة على أرض الواقع كمان من الملفات الهمة كانت بناء الإنسان كانت على رأس قائمة الأولويات شايف ممكن نتقدم إزاي في هذا الملف بالتحديد يعني هذا الملف ملفات المهمة جدا والمتورصة لأنه في الحقيقة هذا الملف مرتبط بملفات مهمة زي الصحة التعليم الثقافة والثقافة هنا أفعى عندها كتير لأنه أنت مسألة تشكيل الوعي ومسألة أن أنت تصنع يعني ثقافة لمجتمع ومعرفة المجتمع يعني لسه بيعاني من أثار الأمية لسه بيعاني من محاولات البعض اللي تشكيله بطريقة فيها تشدد محاولة أنه يبقى فيه سارقة للعقل الجمعي التراث المصري أتصور إن دي كلها ملفات محتاجة من وزارة الثقافة تحديدا عمل أكتر بكتير من اللي احنا كنا نشوفه السابق محتاجة جهد ومحتاجة تكسيف للعمل عندنا معارض للكتاب عندنا أنشطة كتير جدا ثقافية دي محتاجة دعم أكتر محتاجة أفكار أكتر محتاجة دماء جديدة يبقى عندها أفكار إزاي أنت بناء الإنسان ده بكل الملفات اللي فيه ده يبقى فيها عمل متوازي مع عمل الحكومة وفيها يعني أفكار مختلفة عشان تقدر أن أنت تقدم الخدمة دي بشكل أهم وأكتر للمواطن المصري المواطن المصري بناءه بقت مسألة في ظل التحديات اللي بتواجهها المنطقة بقت محتاجة دعم كبير وجهد كبير محتاجة مشروعات كتيرة مبادرات جديدة عشان أنت إزاي تصنع هذه الثقافة من أول النشأ لغاية الكبار السن طيب سيد محمود دايماً الحكومات بتعمل من أجل الشعوب من أجل مصالح الشعب بشكل عام شايف اللي تحقق خلال الفترة اللي فاتت عشان برضو يعني نوفي للحكومة السابقة حقها وإزاي الحكومة الجديدة تبني على ما تحقق في الحقيقة خلينا الأول نوجه الشكر لهذه الحكومة للحقيقة اشتغلت وتعبت كل الوزراء في كل المجالات اشتغلوا وتعبوا على قد ما هم قدروا وعلى قد ما ظروف خدمة العمل بتاعهم فبالتالي يعني هم يستحقوا الشكر لكن محتاجين من الحكومة الجديدة على التحدي اللي موجوده جديد جهده أكبر المواطن المصري محتاج أنه يعني يشعر بأنه في حد بيشتغل أنه في حد بيحاول أنه هو يحلله الأزمة والتحدي اللي هو موجود فيه تحديداً الأوضاع الاقتصادية الأوضاع المعاشية دي محتاجة من الحكومة عمل جهد كبير جداً محتاجين من الحكومة لتكمل الإصلاح الاقتصاد لأنه حكومات كتير خافت أنها تاخد هذا القرار وخافت أنها تخش الإصلاح الاقتصاد وكانت متخوفة طبعاً من رد الفعل الشعبي اللي ممكن يبقى رافض لهذه الإصلاحات الاقتصادية وبالتالي يتم تعطلها وده اللي شفناه على مدار سنوات طويلة صادق النهاردة حكومة الدكتور مستفى مدبولي كانت شجاعة أنها اخدت هذه القرارات بالتأكيد ما عليها إجماعها شعبي إذا ما فيه حاجات قرارات كتير ممكن تبقى أنها الشفاة صعبة لكن هي في الحقيقة دواء أنه ده علاج أنه بناخده للاقتصاد المصري للأوضاع بتاعتنا أنه يبقى فيه اتجاه أكتر نحو القطاع الخاص ودعمه ومسندته وأنه يبقى فيه تعاون أكبر معاه أنه يبقى فيه صفقات زي صفقة رأس الحكمة بشكل مهم أن أنت تقدر في الفترة دي الموارد بتاعتك بتقل فأنت محتاج صفقة تعيد بتلعيش الموارد الدولارية بتاعتك ودي أتصور أن هي محتاجين نكمل فيها لأنه هي أولاً بتستفيد من شبكة الطرق وشبكة المواصلات اللي أنت عملتها بتستفيد من العالمين الجديدة كمشروع كبير أنت بدأت فيه حقاتي فيه إنجاز كبير تقدر بقى تعمل من خلال المشروعات القومية دي تقدر تعمل مشروعات استثمارية كتير جداً حواليها وبجوارها فتديك عقد دولاري وتبتدي تضخه في السوق المصري تبتدي التضخم يقل وده اللي بدأنا نشوفه ويبتدي كمان الحمال الاجتماعي تزيد لأنه أنت لما بتيجي تعمل مشروعات أو تبتدي تاخد إجراءات إصلاح اقتصادي زي اللي احنا بنشوفها دي هي بتديك رئة أنه أنت تقدر تدي للناس اللي محتاجها بالفعل تديها اللي هي محتاجها أنه أنت توسع شبكة الحمال الاجتماعية أنه أنت تبدي تمشي في مشروعات لعلاقة بالصحة والتعليم بشكل أسرع لأنه أنت بتوفر التمويل من مكان لمكان تاني مش محتاج فيه أن أنت تاخد أموال من الخارج أو أن أنت تلجأ للصناديق أو غيره من الإمكانات المتاحة دوليا عشان تقدر توفر لك الأموال اللي محتاجها عشان تقدر توسعها شبكة حمال الاجتماعية أو تساعدها فبالتالي أنت النهاردة إصلاح الاقتصادي شبكة حمال الاجتماعية محتاج تتوسع فيهم ومحتاج أن أنت تكمل المشروع اللي أنت بدأته تدريجي واحدة واحدة تقدر أن أنت توصل في النهاية أن أنت لما الشكل بتاعك يكتمل نجاح هذا المشروع بنشوفه حتى في حجم الإصمار المقبل على مصر وحجم توفير فرص العمل أنت النهاردة عندك البطالة بتقل وده إنجاز كبير جدا ربما ناس كتير ما بتقفش عنده وربما بيغيب وسط التشويش اللي بيحصل ووسط التشويه اللي ممكن بيحصل لعمل الحكومة طيب معلش إذا سمحت لي هل إحنا محتاجين زي ما حضرك ذكرت أنه الحكومة الجديدة هتكمل على الحكومة السابقة وتتوسع في نفس الأنشطة ولا محتاجين زي ما بنقول أفكار خارج الصندوق بالتأكيد أنت محتاج للأفكار خاصة نقول طول الوقت وياريت لو هذه الأفكار تكون نجحة لأنه في كتير من الأفكار ممكن تبقى بركة جدا ساعة التنفيذ على أرض الواقع بتبقى مختلفة وتبقى فيها يعني إشكاليات كبيرة لكن أنت محتاج طول الوقت أنت تكمل على اللي أنت بنيته عشان ما تتراجعش مرة أخرى وتتقاكر في الإنجازات اللي أنت حققتها خلينا نكمل خلينا نتوقع الأفضل خلينا نشوف المبادرات القادمة خلينا نشوف عمل الحكومة وأجندتها الجديدة خاصة أنها بجاية برضو في تحدي لسه موجود وتحديات لسه إحنا مكملين فيها بنتمالها التوفيق ومنتظرين منها الكثير والشعب المصري منتظم منها الكثير خاصة في الملفات اللي بتهم المواطن وبتهم يعني نمط ماشد يعني كمان من الحاجات اللي كانت مهمة جدا هو تطوير الخطاب الدين وده من رأس برضو الأولويات ده كان لترسيخ عمات المفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي شايف إزاي هيكون منقشة الخطاب الديني في الفترة القادمة أكثر من الأولويات المهتمة أو اللي المهتم بيها مثلا في وزارات زي الثقافة وزي وزارة الأواف المشاعر الدينية والخطاب الديني كله محتاج أنه يتواكب مع متغيرات العصر ومحتاج كمان هي متواكب مع متطلبات المجتمع المصري المواطنة عليها طلب في المجتمع المصري كبير جدا وبالتالي أنت محتاجة هذه الأفكار تبقى موجودة طول الوقت في وزارة التعليم في المناهج في الجامعة في الأنشطة الجامعية في أنه يبقى فيه تعاون طول الوقت مع مؤسسات المؤسسات الدينية مجتمع المدني الأنشطة الثقافية كل ده أفكار تبتدي تترسخ عند الناس بس بشكل غير مباشر لأنه بشكل غير مباشر متبقاش قادرة توصل للناس لكن بشكل غير مباشر في التعايش بتاعنا مع بعض منهج التعايش ده في حد ذاته أتصور أنه هو ترسيخ للفكرة المواطنة الخطاب الديني الخطف في الجوامع الخطف الوعظ في الكنيس كل ده محتاج أنه يتواكب مع العصر لأنه فيه تحديات تحديات دينية بالأساس والعالم بيدي أفكار مغيرة وبيدي أفكار تخصه وبيدي أفكار مختلفة ما بتتنسبش مع سوابة المجتمع المصري فأنت محتاجة طول الوقت تتواجيها تحصني الشباب تحصني الناس في مصر من هذه الأفكار ويبقى فيه تمسك بالسوابة الوطنية وفي نفس الوقت بالسوابة الدينية يعني مش عايزين برضو إيه الخطاب المتطرف الآخر اللي ممكن يعني يهز سقة المجتمع في نفسه وفي أفكاره وفي سوابته فبالتالي ده ملف مهم جدا قدام الحكومة محتاجين فيه عمل مهم ومحتاجين أن يبقى فيه أفكار جديدة وأفكار يعني إبداعية عشان الناس تستوعب أهمية الملف وتبتدي تستوعبه وتفهمه وتتعامل معه طيب سوز محمود احنا عندنا رجال أعمال ووطنيين ووقفوا جنب الدولة كتير والدولة قدر المستطاع بتحاول نهيها تساعدهم إزاي نعزز مشاركتهم وزاي وسعوا أنشطتهم لأنه زي ما حضرتك ذكرت من شوية ده بيخدم البلد كلها ده بيوفر فرص عمل وبيوفر سيولة وانتعاش اقتصادية كمان في البلد فازاي الحكومة الجديدة تعمل على ده ومسؤولية مين كمان يعني يمكن الحكومة بدأت ده بالفعل وخلينا أقول لحباك أن رجال أعمال مصريين ودول يعني فيه طبقة وطنية واضحة جدا أنا شفتهم فيه التحالف والوطني عامل أهلي وزاي أنه كل واحد عنده مؤسسة بيدعم المواطنين زي الاحتياجات بيدعم حتى أهلينا في غزة كان فيه مجموعة من الرجال الأعمال اللي عملت مبادرات وكانت داخل التحالف والوطني عامل أهلي وبدأت تمشي أو تسير عربيات فيها مساعدات لأهلينا في غزة نفس الأمر شفناه داخل مصر الأدوار الوطنية والأدوار الاجتماعية اللي بيقوم بها رجال الأعمال بيعزز فكرة أنه أنت يبقى عندك قطاع خاص ويبقى عندك طبقة رجال عمل وطنية بتشارك الدولة في عملها وده بنشوف جزء كبير منه ودلوقتي بدأ يتحقق وبتفتح أمامهم المجال أنه يبقى العمل أكتر في الفترة القادمة محتاجين أنه التفكير يبقى طول الوقت داخل البلد وأنه المكاسب تبقى موجودة جوه البلد وأنه الأرباح دي من حق البلد طبعاً مش بحجر على الراجل الأعمال أنه هو من حقه رف المال من حقه أنه يتحرك في الأسواق وغيره لكن أنا بتكلم على أنه كل الإثمارات لمجزيد داخل مصر والإثمارات دي بيبقى فيها مشروعات صناعية مشروعات زراعية أنت عندك النهاردة المجال واسع لمشروعات كتير تقدر أن أنت تتدخل فيها ويمكن سيادة الرئيس فيه آخر مرة في مشروع مستقبل مصر أشار لأنه رجال العمل يقدروا يجوا دلوقتي يشتغلوا معنا في مثل هذه المشروعات البنية التحتية جهزة الضبط والبنية التحتية جهزة أنت النهاردة وفرت كتير جداً ربما فيه مشروعات يخاف رجال العمل أنهم ما يخلش فيها لأنه ما فيهش مكاسب الشق الطرق والبناء المحطات الوقود في مناطق يمكن تبقى مش متاح فيها يعني مش عليها رجل كتير زي ما بيقولوا يعني فأنت النهاردة المشروعات دي ما حدش أجره أعمالها غير الدولة لأنه أرباحها في المستقبل ممكن تبقى متأخرة شوي فأنت النهاردة وفرت بنية تحتية أساسية لكل المشروعات بكل على اختلافتها يعني النهاردة المشروعات الزراعية لها مكان الصناعية لها مكان أنت وفرت مناطق صناعية كتير وفرت لها الكهرباء والمية والغاز ومشتملاتها كلها بقيت موجودة العمالة المدربة أنت بتحاول تدرب التعليم المهني والتعليم الصناعي ده كله بقى يعني رافض من روافض الإصمار وبيدي فرصة الرجال أعمال أنهم ما يشتغلوا النهاردة مع خطوات الإصلاح الاقتصادي وشجع المستثمر الأجنبي كمان بالزبط أنت النهاردة بقى كان عندك سعرين بقى عندك سعر واحد اللي هو موجود في البنك هو اللي موجود في السوق بقى عندك وفرة دولارية بتحفظ عليها ماشي في خطوات الإصلاح الاقتصادي وعندك استقرار في المجتمع رغم التوترات اللي موجودة حواليك فدي فرصة هائلة أمام الصناع الوطنية وأمام رجال الأعمال أنهم يكملوا أنت النهاردة بقى عندك قوانين بالدعم عندك الرخصة الزهبية ودي يعني أتصور أن هي حلت مشاكل كتير لرجال الأعمال ورجال الصناع ومستثمرين مستثمرين بقى عندك انفتاح أسمر الأجنبي بقى عندك البنوك عندها الفائد المالي اللي تقدر تقدمه كتمويلات عشان الناس تشتغل فده مناخ صحي تقدر تقول وفيه اهتمام حتى برئيس الوزراء يمكن شفنا المشروعات والمستثمرين الصينيين اللي جون مصر ووطنوا صناعات ونقلوا تكنولوجيا وهو ده النمط اللي احنا محتاجينه في الحقيقة يعني احنا مش محتاجين حد ييجي يملي علينا الشروط في الحقيقة احنا محتاجين حد ييجي يشتغل في مصر بالقواعد اللي موجودة وفي نفس الوقت يكون وواصف في إمكانيات كمان السوق المصري بالضبط وده اللي احنا محتاجينه اللي انا تكنولوجيا لانه احنا محتاجين التكنولوجيا دي ودي اللي هتفيد الناس في السوق المصري وكمان هيبقى المنتج المصري مناسب بأسعاره للمواطن المصري فهنا المسألة بقت اقتصاديا اتصور انها تبقى اكثر ربحية لأي رجل اعمال اللي عايز يشارك الدولة في مشروعات اقتصادنا عمتا عد بتحديات يعني الاول كورونا الازمة الروسية الاوكرانية ووصولا للتحديات الاقليمية الدولية اللي احنا دلوقتي يمكن نتكلمنا عنها هو ان حدودنا كلها تقريبا حوالينا الدول تعاني من الصراعات النهاردة أولوية الحكومة الجديدة هتكون بذل كل الجهد خلييني اقول للارتفاع من حد او للحد من ارتفاع الاسعار والتضخم ده في اطار يعني خلييني اقول تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات شايف ازاي يعني الحكومة الجاية هتتعامل مع هذه التحديات تحدي رئيسي امام الحكومة القادمة هو ضبط الاسواق وضبط الاسواق دي مهمة يعني ثقيلة جدا محتاجة عمل كبير جدا ومحتاجة تواجد ومحتاجة نزول على الشارع ومحتاجة انه يبقى فيه المجمعات كلها والاسعار اللي موجودة دي محددة ومطبقة وبشكل رئيسي وبتحاول ان هي مايبقاش فيها تلاعب وفي نفس الوقت بتحافز على الحدود الامنة اللي وضعتها الحكومة واللي هي استقرت عليها في الحقيقة واتصور انه الحملات محتاجينها تزيد انه المراقبة والمتابعة للأسواق محتاجينها تزيد محتاجين اجتماعات كتيرة مع المصدرين والمستوردين وغيرهم من الناس اللي هي بتتعامل مع الأسواق محتاجين الحكومة تبقى موجودة طول الوقت قدام الناس في الشارع عشان تقدر تصبط الأسواق ويبقى فيه ثقة انه الحكومة فعلا بتراع المسألة دي مستيباها على هوا التجار فدي اتصور انها مهمة يعني أولوية أولى للحكومة القادمة ملف مهم جدا ملف محتاجين فيه جهد ومحتاجين ان احنا نشوف الحكومة بالفعل في الشارع والناس تشوف ده وتلمسه بأيديها عشان الثقة في الحكومة كمان تزيد وعشان تقدر انها كمان تكمل في خطواتها فالناس يبقى عندها ثقة وفي خطوات الحكومة وانها تكمل مشروعاتها بأمان بنشكرك جدا يعني على وجود حضرتك معنا الكاتب الصحفي محمود بسيوني رئيس تحرير اخبار اليوم كل شكر ليك يا فنم على قراءتك الوفاية شكرا جزيلا